يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس موبيليس معا نصنع المستقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته مشاهدين الكرامين لما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى برنامج حصاد المونديال الذي يأتيكم عبر قناة الجزائر الدولية نتحدث فيه عن كل كبيرة وصغيرة تخص مونديال قطر 2022 هذا المونديال المليء بالمفاجآت كما شهدناها اليوم في مباراة ألمانيا واليابان سنتحدث إذن عن المجموعة السادسة التي تضم كل من المنتخب العربي المغربي بالإضافة إلى كرواتيا برجيكا كندا والمجموعة الخامسة التي تتكون من ألمانيا اليابان إسبانيا وكوستاريكا في البداية مشاهدين الكرام سنتحدث بالتفصيل عن كل النتائج والبداية بالمجموعة السادسة مباراة الأولى التي لعبت صباحة اليوم بين منتخب المغربي والمنتخب الكرواتي نائب بطل العالم في 2018 أمام فرنسا مباراة التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف والمباراة الثانية التي انتهت قبل لحظات قليلة من الآن بين برجيكا وكندا وانتهت بفوز بلجيكا بهدف دون رد بلجيكا في المركز الأول في هذه المجموعة وكرواتيا بالإضافة إلى المغرب بنقطة واحدة وأخيرا كندا من دون رصيد المجموعة الخامسة مشاهدين الكرام المكينة الألمانية تعطلت على يد الساموراي بهدفين لواحد المنتخب الياباني قلب طاولة على ألمانيا فاز عليه بهدفين لواحد إسبانيا كما نتابع هذه النتيجة الكبيرة المدوية إسبانيا اكتسحت كوستاريكا بسبعية دون رد إذن أرحب بضيوفي الكرام مشاهدين الأكارم نسيم ربيكا الإعلامي بقنوات بيانسبورت القطرية سابقا نسيم أهلا بك تحية لكل سادة المشاهدين والضيفنا العزيز ألحب تبعيه ناصر بويش أحد اللاعبين المميزين مشاهدين الكرام في الكوراتي الجزائرية سابقا أهلا بك ناصر أهلا وسهلا عمار وجود مصرور بوجود أخ نسيم شكرا لك إذن يلا في البداية مشاهدين الكرام سنتحدث عن مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب كرواتيا مباراة قوية ومثيرة انتهت بالتعادل الإسربي بدون أهداف كانت تنقصها الأهداف فقط نتابع هذه الإحصائيات إحصائيات المباراة مشاهدين الكرام التي كانت على النحو التالي إذن كرواتيا سيطرت في هذه المباراة بـ 65% مقارنة بالمغرب في الاستحوال على الكورة في تسديدات تسوى المنتخبين نحو المرمى المخالفات 17 مخالفة بالنسبة لكرواتيا و12 للمغرب تصدية الحرة استألق حارس المنتخب المغربي بونو بالإضافة إلى حارس المنتخب الكرواتي تصدى لكورتين والإحصائيات الأخرى مشاهدين الكرام متابعها أيضا في هذا الجدول التي ستكون على النحو التالي التمريرات لاحظوا معي 673 تمرير بنسبة لكرواتيا و365 تمرير بنسبة للمنتخب المغربي التمريرات الصحيحة 602 تمرير صحيحة بنسبة لكرواتيا و296 تمرير صحيحة بنسبة للمغرب نصر بويش كيف تعلق على هذه الحصائيات؟ حتى ولو نشوف سيطرة كرواتية على العموم لكن هذا اللقاء نقول هو النصف مفاجأة لأن الفريق المغربي أحرز نقطة تمينة في الحسابات تعه في الأخير نظن أن الوصيف منتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية في روسيا ما صابش لأنه صانع ألعاب نقوله لوكا مودريتش ما كانش في المستوى اللي نعرفه به لأنه دافع كتير قام بأخطع كتير ضيع عدة كورات شي هذا ما نقول نشوفه مودريتش بهذا الأداء لأنه هو نقوله مخطط لعب فريق الكرواتيا من الجهة الأخرى المنتخب المغربي لعب بروح قتالية أيضا ما عندوش ما يخسر يعني لا ما عندوش ديزارم كما نقوله باش ينافس هاد المتخب القوي ربما كان هاد اللقاح يتلعب على كورات تابتة وشفنا كورتين المتخب المغربي وحدة تعزية شفي الشخص الأول ما لعبهاش كما ينبغي الثانية تع ظاهر العيمن حاكمي أشرف حاكمي ليتصدى لها الحارس بعد هذا ما فيهش فرص كتيرة كان المنتخب المغربي عندو بوكو ديشي في اللعبة تعود ضيعوا عدة كورات سهلة في وسط الميدان نظن أنه دافعوا حقيقة دافعوا على بعض الكورات في مناطق حساسة محور الدفاع كان في المستوى وحصلوا على نقطة نقطة تامينة للمنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي أنا حسب رأي وحساباتي أنه ضيع نقطة تنهى متين جميل نسيم نأخذ رأيك على هذه المبارات كيف تابعتها تعليقك عليها على العموم كيف كان مرضود المنتخبين المغربي والكرواتي أعتقد يعني من خلال المعطيات التي شفناها وأيضا المبارات أعتقد كلا المنتخبين احترم بعضهما البعض يعني كل واحد احترم الآخر كانت يمكن الشوط الأول كان تكتيكي بامتياز لذلك يمكن نعكس على الأداء يمكن تشوف الاستحوات كرواتي ولكن استحوات سلبي لم نشاهد فرص كثيرة كان مودريتش يركض كثيرا مع أنه عنده 35 سنة لكن كان أكثر واحد كانت حصائيا أنه أكثر واحد بالنسبة للمنتخب المغربي أدى أداء جيد انضباط تكتيكي كان جيد لاحظنا السرعة زياش والاختراق كان جيد يمكن في المقابل بوفال يمكن لو لاحظنا كان بطيء نوعا ما حتى أنه هناك قالوا بأن المدرب يعني يعتبه على ذلك بين الشوطين أشرف حكيم يقدم مباراة رائعة جدا في الشوطين على مستوى الدفاع وإيضا عن مسندة الهجوم لذلك كان أفضل لاعب في هذه المباراة نسخين نشوف منطقة لعب المستغلة التي كانت مستغلة للمنتخبين سنشاهدوها منطقة اللعب التي استغلها سواء المنتخب الكرواتي أو المنتخب المغربي هذه مشاهدين الكرام انتشار لعبين كيف انتشار اللعبون فوق عرضية الميدان انتشار لعبين فوق عرضية الميدان نحب يعلق عليهم نصر بويش سواء لكرواتيا أو المغرب نقوله كان اللعب من طرفين يعني كان من الطرف المغربي كورات كثيرة على الجهة اليمنى يعني على الجهة اليمنى وإن أشرف حكيمي ربما كان رجل اللقاء في الأخير قام بدور هام على الجهة اليمنى والفريق الكرواتي أيضا ننظر أكثر كورات تتاعه كان تمشي على الجهة اليمنى وإن كان اللعب جميل تحتها رأك تتكلم هذه هي الإحصائيات ناصر منطقة لعب المنتخبين لاحظ معي كرواتيا على الجهة اليمنى 35% على الجهة اليسر 40% وسط الميدان 19% المنتخب المغربي 32% على الجهة اليمنى وسط الميدان 18% أما الجهة اليسر اليمنى 50% يعني استغل الجهة اليمنى أكثر المنتخب المغربي نعرف قوة الفريق المغربي أشرف حكيمي وقدمه زياش هذه هي المنطقة ربما اللي كانت فيها حلول حتى ولو نقول لك أشرف حكيمي كان رجل اللقاء لكن الجهة اليسرى ناسي متكلم على بوفال أنا نظن أنه ما قامش بالدور كما ينبغي حتى خرجوا المدرب خرجوا لكن نظن الجهة اليمنى هي كانت أحسن جميل حتى أنت أعطيت ملاحظة أنه لوكا مدريتش ما كاش في يوم واليوم لعب في وسط الميدان بالنسبة لكرواتيا والإحصائية تبعناها 19% فقط للحب المنتخب الكرواتي في وسط الميدان أكيد أنه قوة المنتخب الكرواتي وبروزوفيتش في وسط الميدان في استحواذ الكورة على سرجع الكورة مدريتش في سرجع الكورة ونضم اللابس كوفاسيتش 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 أيضا لكن نظن أنه اليوم المنتخب الكرواتي ما تخلش في اللقاء هذه مشكلة اللقاءات الأولى فيها حسابات أنك الأهم هو تفوس تلت نقاط صحيح لكن اليوم الحسابات اختلطت لي منتخب الكرواتي جميل نتابعوا مشاهدنا الكرام منتجه تزديد الكورات سواء للمنتخب المغربي أو المنتخب الكرواتي لاحظ معي ناسيم تعرف بأنه تزديد الكورات بالنسبة لكرواتيا كانت مئة بالمئة في وسط الميدان هذه الاحصائيات يعني قليل وين تحدث المنتخب المغربي 88% في وسط الميدان كانت تزديداته نحو المرمى نتكلمه 13% على الجهة اليسرى وصفر بالمئة على الجهة اليمنى لم يسدد على الجهة اليمنى هكذا هذه الاحصائيات نعم لأنه الاعتماد دائما على من يجيد التزديد ومن يجيد التزديد دائما في وسط الميدان سواء مودريتش شفناها ضيع ككورة كانت أنا توقعتها هدف يعني لا تضيع في الشرط الأول في وسط الميدان وأيضا المنتخب المغربي المعروف أنه الأطراف يعني خاصة الجهة اليمنى تساند اللي عندهم طول في القامة للعب بالرأس وأيضا من ناحية التزديد لذلك شي طبيعي ومنطقي أنه يكون التزديد من وسط الميدان ومودريتش لو كان في يومه كان ممكن يسجل هدفين اليوم من العمق يعني من اختراق العمق نعم نطوي مباراة المنتخب المغربي لا نطويها كلية لأنه نبقى دائما في المجموعة السادسية السادسة المنتخب البلجيكي اللي يتوجد في هذه المجموعة مشاهدين الكرام فاز على منتخب كندا بهدفين دون رد متصدر للمجموعة كما قلت والمنتخب المغربي والكرواتي بنقطة واحدة وأخيرا المنتخب الكندي من دون رسيد إذن بلجيكا تسجل انطلاقها مثالية في المونديال هذا الفوز ربما رح يمكنها من ذهب بعيدا في هذه المجموعة شوف هذا الفوج هذا بلجيكا بجيل ذهبي ربما حلاب كان بعض لعبين رح يلعبوا آخر مونديال تحم في هذا المونديال على هزار مثلا نكرمه على هزار قيد الفريق نجم الفريق لكن هذا الفريق اللي عنده إمكانيات كبيرة يعني في وسط الميدان لا يكون عندك لعب مثل دبرين لعب مثل فيتسل نظرنا لعبين ممتازين في أي استحواذ على الكورا حتى ولو فجئوا بأداء المنتخب الكانادي في عشرين خمسة وعشرين دقيقة الأولى كانت فيه ضرب الجزاء ضيح ديفيس نجم تكلموه على الحارس كورتوال يا ربما حتى ولو ضرب الجزاء ما ضربهاش كما ينبغي ديفيس لكن كورتوال كان حاضر وتصدى لها لكن بعد نشوفه كيفاش تدريجيا لأنه الفريق البلجيك هذا يعرف يدافع ويلعب بكورة كما نقوله ديزاتاك رابيد والذي نظرنا أنه أرجع خلا كما نقوله الوراجي جوز من بعد شفنا في كورة واحدة يعني كورة في العمق من الدفاع كورة واحدة وينبت شوي الخبرة كيفاش حطها في الشيبك نظرنا بعد تغيرت المقابلة تغيرت الفريق البلجيكي عاد في هذا اللقاء بصفة جيدة والأهم أنا قلت لك في هذه اللقاءات وأن فريق الكندي حتى كان في المستوى لكن الأهم في اللقاءات الأولى هذه ولما تكون من المطر الشيحين أنك تفوز بتلت نقاط نظرنا أن الفريق البلجيكي اليوم دات تلت نقاط وحضوده ستكون كبيرة بش يمر إلى الدور الثاني جميل خاصة نسيم إذا علمنا بأن المباراة المقبلة ستكون بين بلجيكا والمغرب مباراة ستكون نارية مباراة قوية لأن المنتخب البلجيكي يريد حسم التأهل مبكرا يريد الفوز على المغرب في المباراة المقبلة والتأهل المنتخب المغربي سيبقى بنقطة واحدة وسيلعب المباراة الأخيرة أمام كندا هذا المنتخب نقول عليه المحترم اليوم يعني ربما فاجأ أيضا الجميع بأداءه أمام بلجيكا أليس كذلك؟ بلى لكن أنا يمكن المنتخب البلجيكي أنا تابعته في 2018 وغطيت له أكثر من مباراة في روسيا أعتقد أنه كان أفضل بكثير من هذا المنتخب منتخب اليوم يعني نلاحظ أنه أي منتخب يجاري يعني خسر مع المنتخب المصري شفنا في مباراة ودية أيضا اليوم المنتخب الكندي اللي دخل بدون طموحه أن يسجل هدف واحد يعني شارك في 1986 لمرة الأولى لم يسجل ولا هدف هذه المرة الثانية فبالتالي غير محظوظ في تواجده في هذه المجموعة كلها قوية ولكن توقعت أنه مثل إسبانيا مع كوستاريكا مثلا يعني أنه البلجيكا تفوز بثلاثة أربعة لكن لاحظنا بأنه هناك يعني فاز بصعوبة على كندا فلذلك أنا أشك أنه سيجد سهولة في تجاوز المنتخب المغربي في المباراة القادمة بل ستكون مباراة صعبة ندية بين المنتخبين ولم لا نتمنى ذلك أن المنتخب المغربي قد يفوز بهذه المباراة لما لا لأنه كل شيء وارد في كأس العالم في هذه البطولة تابعنا العديد من المفاجهات من قبل السعودية المنتخب السعودي المحترم أيضا الذي شرف العرب بفوزه على المنتخب الأرجنتيني هذا المنتخب المرشح للتتويج بهذه البطولة وهذا الحديث يسوقنا للحديث عن المباراة المجموعة الخامسة ناصر لتألق فيها مشاهدنا الكرام المنتخب الياباني أمام من؟ أمام الماكينات الألمانية عطالها اليوم فاز عليه بأدفين لواحد ناصر بويش صراحة هل كنت تتوقع المنتخب الياباني صاموراي فوزهم على المنتخب ألمانيا؟ دائما نتكلم عن المنتخب الألماني في كل وقت نقوله هو الفريق ربما سيوصل حتى للنهائي دائما مرشح في كل مشاركة حتى لو للمرة ثانية في مونديال بعد مونديال مرة ثانية على التوالي في روسيا نهزم في اللقاء الأول واليوم نهزم أيضا في اللقاء ضد مكسيك في 2018 واليوم ضد الساموراي هيرفي رونار كانت تكلم بين قوسينبر كانت تكلم حقيقة الفريق السعودي يفزن على الأرجنتين لكن فيه فرق أسياوية تنشط في القارة الأسياوية راح تكون عندها كلمة نظرنا أنه الكلمة اليوم للساموراي توقعته كانت في محلها يعني أناليز كما نقوله جيدا مئة بالمئة لأننا شفنا انتفاضة على الساموراي في عشرين دقيقة الأخيرة نتكلموا نتحتوا نشاهدوا الإحصائيات إحصائيات المباراة مشاهدين الكرام إحصائيات المباراة المنتخب الألمانيا ماما المنتخب الياباني 74 استحواض على الكرة 26 للمنتخب الياباني لا ما نعودوش نتكلموا على الإحصائيات اليوم لا هذه هي حاصة في اللقاءات الأولى هدية اليوم ننظر الإحصائيات ما عندهاش معنا ما عندهاش عنالية ما عندهاش معنا إلا إلا كيفية استحواض على الكرة تعالفريق الإسباني لو ربما نتكلموا عنها من بعد خب المنتخب الإسباني منتخب شوف معايا منتخب الألماني كانت عنده 827 وراح تشاهدها معنا 827 تمريرة منها 753 تمريرة صحيحة منتخب الياباني 279 فقط تمريرة 214 كانت صحيحة تصور أنه عدد الهجمات كانت وراك تابع معي 151 هجمة بالنسبة للمنتخب الألماني 64 64 بالنسبة للمنتخب الياباني 68 كانت خطيرة بالنسبة هجمة خطيرة بالنسبة للمنتخب الألماني 222 للمنتخب لا لا في الصر لي هذه الأرقام يا حاصر نفسر لك هذا اليوم كانت فيه فعالية لأنه مشاهد كريم لما يشوف لما يشوف هذه الأرقام يقول بأنه وكأننا نتصور بأنه منتخب ألمانيا فهو الذي فاز على منتخب اليابان وفاز عليه بأربعة لصفر ولا خمسة أكثر من ساعة سيطر الفريق الألماني على الفريق الياباني حقيقة لكن ما كانتش فيه فعالية فعالية في التسجيل يعني أنه هدف لصفر ما يحشي حميك لازم البريك دير البريك الهدف الثاني الفريق الألماني ما سجلت لهدف الثاني المدرب الياباني غير تاريك تولعب وله يلعب ثلاثة خمسة ثنين وزاد أقحم لعبين ولعبين هذوك اللي لقحمهم هما اللي يداروا الفرق واحد سجل واحد مد كرة نظرنا أنه الفعالية هي الصح يعني في آخر طواف كما نقوله هو شفنا كيف حتى بعد تسجيله الهدف الثاني غير وله يلعب خمسة خمس مدافعين وحتى المتخب الياباني لم يستسلم الهدف تلقاه في الدقيقة الثلاثة وثلاثين ثم عدل في الدقيقة الثمسة وسبعين عن طريق ريتسو دوان وفي الدقيقة الثلاثة وثمانيين لعب أسامو 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 لعب بخوم تقوم أسامو لعبين هذو كلا اللعبين إذا ما انتقناش الأسامي صحيح لا أسامي يابانية لعب هذه النشطة في البندزليغا في البندزليغا معروفين معروفين نسيم أتابع معي هذه الإحصائيات أيضا المنطقة اللعب المتصغلة بالنسبة لمنتخب الألماني ومنتخب الياباني تابع معي اليابان 49% على الجهة اليمنى 29% على الجهة اليسرى 25% في وصل الميدان منتخب الألماني في الجهة اليمنى 30% 31% في وصل الميدان والجهة اليسرى 39% يعني الجهة اليمنى بالنسبة لمنتخب الألماني يعني لدينا قنابري في وصل الميدان مولير وكيميش والجهة اليسرى موسيالا منتخب الياباني ناقاتوم الجهة اليمنى وصل الميدان إندو تاناكا والجهة اليسرى ساكاي شوف يمكن نلاحظ هناك توازن بالنسبة للمنتخب الألماني في كل الخطوط يهاجم جميع الخطوط باستناء المنتخب الياباني يشوفوا على اليهاجها اليوم من 49% ولكن أنا أعتقد الذي صنع الفارق حقيقة يمكن في المنتخب الياباني ثلاثة أشياء رئيسية أولا حارس الحارس شوف لما يكون عندك حارس يعني يطمن المدافعين كورتوا نعم حسنت تتكلمنا على كورتوا أيضا والحارس الياباني اليوم أنقض الفارق قندوقان يمكن أكثر مباراة ضيئة فيها وأنا أشوف لك اسمه قندوقان قندوقان اليوم اللي ضيعوا مع هذا الحارس ما ضيعوا حتى في موسيستر هاي لك صور صور تسجيل الأهداف بالنسبة للمنتخب الياباني نعم فلاحظ أن الحارس كان له دور كبير الأمر الثاني المدرب مثل ما ذكر الكابتن حسين مدرب عرف كيف يعني يتصدى للهجمات لمكانت لها فعالية الهجمات المنتخب الألماني ثم في وقت معين لما شاف بأنه هناك تراجع المستوى البدني وفقد البوصلة المنتخب الألماني في عشر دقائق غير من طريقة اللعب وسجل هدفين بعد ما سجل هدفين أصبح متقدم مباشرة رجع إلى الدفاع واستطاع أن يحافظ على النتيجة هنا يعطيك قيمة المدرب ومتابعته وقراءته للمباراة وأثناء المباراة وأيضا الحارس لما يكون حارس ممتاز وأيضا لاعبين لما ينفذون الخطة نسم أولا يخرج أيضا المنتخب الألماني من المباراة لأنه كانت حادثة قبل المباراة حادثة هذه ما خرجتش المنتخب من المباراة نوعا عن ما لأنه اليوم أنت جاي لكاس العالم تركز على كرة القدم وكرة القدم فقط أليس كذلك؟ والله شوف أنها تؤثر على الأداء يمكن صعب ولكن تؤثر على الجانب النفسي لهؤلاء اللاعبين أكيد يعني شوف الجانب النفسي مهم جدا في كرة القدم يمكن تعطيه نسبة عالية جدا خاصة خاصة بعض اللاعبين يشاركون مثلا لأول مرة خليك صاح أصحاب الخبرة مولر وغيرهم لكن تحدث عن البعض اللي يأتي إلى كاس العالم يريد بعد كاس العالم منصب في إحدى الفرق ويريد أن يثبت نفسه إلى آخره صحيح لأنه بوابة للترق الكبير لا في المنافسة لازم تبقى في المنافسة لازم تبقى في المنافسة نصلا تلاعب سابق كيف يكون تفكير اللاعب لو يخرج نوعا ما رح يخرج مباراة لا يخرج نوعا ما نوعا ما رح تخرج من المباراة ومباراة سيكون فيه أداء اندفع بدني دهني كل هذه الأشياء ربما ما تلعبش بها أشياء حساسة أنا نظر لها قد جميل تعرف بأن المباراة المقبلة ماما من من منتخب ألمانيا يعني بسيط طاعته الخروج من المنطقة ضد المنتخب لاروخة لاروخة المنتخب الإسباني المتادور الإسباني مشاهدين الكرام هذا المنتخب الذي فاز بسبعية دون رد على كوستاريكا مهرجان من الأهداف سنفصل فيها أيضا هذه المباراة أولمو لسجل في الدقيقة الحديث عشر سينسيو في دقيقة الوحدة وعشرين طولاس مركلة الجزاء في دقيقة ثم عاد وسجل الهدف آخر في دقيقة وخمسين طابلو في دقيقة خمسة وسبعين السولة في دقيقة تسعين ومراطة اختتم مهرجان أداف دقيقة ثانية وتسعين نصر ربما كنت تتوقع أنه المنتخب الإسباني يفوز لكن بنتيجة مثل هذه هي أدخل نتيجة في المونديال لكي نذكر مشاهدين الكرام لأنه المنتخب الإنجليزي يفاز على منتخب إيران بستة ثنين يليه اليوم المنتخب يعني المنتخب الإسباني هو في المركز الأول في أكبر منتخب لسجل أهداف هو منتخب الإسباني بسبع أهداف لما تشوف اليوم لك الفضل لما تشوف اليوم منتخب العروخة يلعب كما نقوله هو الدرس في كورة القدم هذه كورة القدم كورة القدم تتلعب بهذه النوعية استحواذ على الكورة بين الخطور هناك رقم مذهل خليونا نشوفوا الإحصائيات ويفصل فيها نرسل إحصائية هذه المبارات هناك رقم خيال بالنسبة للإستحواذ رقم كبير أيضا 81% تفضل 81% 19 جهات كوستاريكا وكأكل كوستاريكا لا توجدش في الفقارات الميدان لا اليوم لعب فريق العروخة اللي هو ما درست استحواذ على الكورة لازم نقولها بكل صراحة لما يكون عندك محور دفاع منشاستر سيتي وسط ميدان تعبارسولونا ومبعد عندك بعض لعبين من مدريد من أندية أخرى نظل أنه استحواذ على الكورة ماشي مشكلة عبتوني استحواذ على الكورة ناصر يتكلم عليها حبينا نشوف هذا الرقم لا نشوف عدد التمريرات 1056 عدد تمريرات عدد تمريرات جميع صحيح 1056 تمريرة مشاهدين الكرام في مباراة اليوم بين إسبانيا وكوستاريكا لا هذا المستوى العالي 994 كانت صحيحة مقارنة بالنسبة لكوستاريكا 231 تمريرة 166 كانت صحيحة أكثر من 1000 تمريرة أكثر من هاتف ماشي نقول لك العدد بالضبط عدد رهيب اليوم عدد رهيب هذا أكيد أنك تستحواذ على الكورة كما قلت لك مدرسة إسبانية هي اللي تقدر تدير أشياء بمدرب اسمه لويسان ريكي الأهم هو حتى لي سجلوا الأهداف 6 لعابين سجلوا 7 أهداف طولة سجل تونائية والآخر 5 لعابين بقي لحارس برما بقي لك كل اللعبين يشاركوا كل في اللعب يشاركوا شفنا على الأطراف جوردي ألبا والأس بيلي كويطة على الجهة اليمنى شفنا بوسكاتس لما ربما يصعد شوية في مكانه في نفس اللعب رودري نظن أنه فريق أنا أقول فريق كبير حتى ولو ما نقولوش كوستاريك كفريق ضعيف لا بحارس حارس اسمه نافاس نافاس اليوم لكان دير حارسين دير حارسين المنتخب الإسباني يسجل ماشي حارس واحد نافاس زيد حارس تاني معه المنتخب الإسباني يسجل لا لا تشوف لما تشوف غافي يلعب كيفية اللعب تاعه تشوف بيدري تشوف بوسكاتس تشوف ما يقول لنا المستوى هذا وكورت القدم الأناقة فوقها لا الكورت القدم تتلعب هكذا ناسيم أعتقد الذي أجرم في حق كوستاريكا هو المدرب الشوط الأول انتهى 3-0 انت عارف أنك تلعب مع كتيبة إسبانية يا أخي أغلق اللعب هو يعني يريد يرجع في المباراة مع إسبانيا هو خاصة 3-0 يعني أول ما فتح خط يمكن بعض الثغارات فطبعا إسبان ما يرحموا يعني ما كاش رحمة في الله وكأنه أوريكي لما انتقدوه في قالوا راموس ما جيبش راموس وكذا كانه كان يعرف أنه متشدفة فازوا فيك أسنع لما قبل بسبعية ليس كذلك الإسبان داكرت مش فيش لا أذكر لكن أعرف أن الألمانيا نفسك على برازيل سمعها واحد يعني الألمانيا فقط نصف نهاية برازيلي رح يلعبوا يوم غادي إن شاء الله وراح تكلموا عن اليوم لا جو لا تكلم أخنا سيم على الانتقادات تعليو ساريكي لما علش ما جبش لعب ما تقدرش كاش مجمال لا ما كاش كما قلت أنت لما يكون عندك قلت لك محور دفاع صحيح كان انتقادات كبيرة قبل مليئة المنديال مستوى عالي خطط دفاع لما يحبوا يلعبوا كيفاش نقول مستوى عالي لا عمر احنا ممكن جزائريين عاطفيين مثلا لما يكون واحد خلاص بقالوا أخذ كأس العالم يقول لك استدعي مثلا استدعي اللعب هذا حتى يشارك كأس العالم وكذا هما مع ذو مش مجاملة أهمية مصلحة الفريق نتكلم على منطقة لاعب اللي كانت مستغلة بالنسبة المتخب الإسباني والمنتخب كوساريكا نتابعوا مشاهدين الكرام طرس لي كان في الجهة اليمنى 32% بيدريو كافي في الوسط الميدام 27% في الجهة اليسرى أولمو 41% تعلقنا على هذه الإحصائية ناصر لا الفريق الإسباني نقول لك كان في هكذا نقوله في كل منطقة نعم كانت توازن في كل منطقة لكن جهة اليسرى الجهة اليسرى أكثر لا أولمو أولمو ربما أحسن مهاجم لا أولمو أحسن مهاجم جهة أولمو صحيح الأول اليوم جهة أولمو اللي كانت ليرشتط كتير أولمو اللي كان فيه كما نقوله بكود اكتيفيت صحيح كان بكود اكتيفيت لهذا نظن أنه الفريق الإسباني أكثر نشاطا يعني وأولمو اللعب الوحيد اللي ربما ما خرد شك نكمل اللقاء حتى للنهاية يعني أنه لعب ممتاز يدير كل شيء بالكورا أنا نظن حتى الشيء الممتاز في هذا المنتخب الإسباني أنه لما يضيع الكورا يضغط في المكان لهذا يسترجع الكورا بسرعة وتبدأ كيف نقوله هناك أيضا إحصائية أخرى منطقة مشاهدين كرام تزديد الكورات نحب نعلق عليها أيضا ناصر هذه المنطقة تزديد الكورات 18% تسدوها على الجهة اليسرى 79% من وسط الميدان و 6% فقط على الجهة اليمنى يعني وين يتواجد بيدري وقابي 79% يعني وسط الميدان كان دائما ناشط لا هم اللعب تحهم يطلب هالأشياء باس أبوي باس ويسدد يكونوا فاص في المرمى هذه تطافي النورمال نا قلت لك المنتخب الإسباني عنده كشهر ينفاريتي تعال لعب يقدر يروح للجهة اليمنى يلعب في الوسط يديها الجهة اليمنى لكن قلت لك كورة القادمة هذه هي تتلعب به انتشار لعبين عن شادوا هذه الصورة مشاهدين الكرام كيف كان انتشار لعبين سواء المنتخب الإسباني أو المنتخب الكوستاريكي هذه الصورة ناصر منتخب الإسباني كيف انتشار اليوم في قادمة الميدان كلهم كلهم متوجدين في الميدان لا كلهم لا كنتكين سعدني كليب الباردو سعدني لما تشوف انت بوسكات كيفاش في وسط الميدان يدي القرى على الجهة اليمنى بعض المرات القرى تعود لها يديها على الجهة اليسرى نظرنا أن هذا هو كليب اليوم في هذه المجموعة مشاهدين الكرام إذن المنتخب الياباني رفقة المنتخب الإسباني في المركز الأول بثلاث نقاط المنتخب الألماني من دون رصيد رفقة كوستاريكا مباراة المقبلة المنتخب الإسباني سيواجه منتخب ألمانيا منتخب كوستاريكا سيواجه منتخب فكروني فيه قلنا إسبانيا اليابان كوستاريكا اليابان كوستاريكا اليابان جميل اليابان من الأقرب ناسيم للتأهل في هذه المجموعة اللي يفوز في مباراة إسبانيا وألمانيا هو إسبانيا لو يفوز رح يتأهل 6 نقاط حتى لو فاز ألمانيا يبقى أنه 3 نقاط 3 نقاط واليابان 6 نقاط تبقى المباراة الأخيرة لا الفوز لازم فوز لازم فوز اليابان لا اليابان حيفوز على كستاريكا يعني ما يعني كنت قدم فيها ناسيم إذا فاز على ألمانيا خاصة هذا المنديار يتفوز على ألمانيا حاجة صحيح واللقاء تاني حاجة أنا أقول أقرب الآن المنتخب الياباني هل تتوقع أنه المنتخب الألماني رح يعود ورح يفوز على المنتخب إسبانيا ممكن ممكن العودة أكيدة لكن نصر ما هو شيش أطر فيه رح يتكلم أنا أعطيك رأيي أول المنتخب اليابان رح يلعب كستاريكا 99% رح يفوز فبالتالي 6 نقاط حتى أهل الياباني تأهل اليابان يبقى الآن المواجهة يمكن من أجمل مباراة رح نشوفها في المونديال بين ألمانيا وإسبانيا لأن خسارة ألمانيا تعني الخروج وفوز ألمانيا يعني أنه ننتظر إلى جولة أخيرة ينعيش حضوظه في تأهل طبعاً فضل تكون مختلفة فريق إسباني نتكلم عن الفريق الألماني أخر فرصة للفريق الألماني إذا ينهزم أو يخرج من الدورة، يعود إلى الديار، الفريق الإسباني يجعل نقطة حدوده تبقى كبيرة لتأهل الدورة الثانية. لهذا نظن أن المنتخب ستكون انتفاضة على الفريق الألمان، لأن الفريق الإسباني سيصير لقاب بكل ارتياح. بكل ارتياح، يسلنا التغارات، يشوف منا الآخر، بسيح أن نقول لنا حدود الفريق الإسباني هي أكبر على التأهل. لا، ليس أسأل كابتن، أنا أيضا صحفي أحبا أستفيد منك. الآن بالنظر للمنتخب الألماني لم يكن سيء اليوم، وهاجم ساعة كاملة وكان يهاجم لم تكن هناك فعالية. قلنا حتى الإحصائيات، الإحصائيات قناتينا. فبالتالي، لو يصحح الآن المدرب، 51 هجمة، المدرب لو يصحح الأخطاء اللي وقع فيها في مواجهة الإسبان، يمكن يكون توازن فيه لأن المتخب الألماني عنده أيضا أسماء كبيرة. فبالتالي، المباراة تكون متوازنة. يعني الإسباني يمكن هو يقول أقرب، لكن الألمان بحافظ أنه يريد عدم الخروج من مثل ما وقع له في روسيا، لن ننسى أنه خرج في روسيا من دور الأول. فبالتالي، لكن ناسيم لما تكون عندك فرصة الأخيرة، أنك تفوز بهذا اللقاء دهنيا، ربما يكون فيها تسرع، ربما يكون فيها نقص التركيز، راح تكون فيها أشياء دي تيطايني ما نشوفوهمش، لكن مشكلة المنتخب الألماني، نقطة ضعف الدفاع التقيم. نشوفو إذا نقدروا نعرفوا مشكلته في هذا التقرير، ناصر ونسيم، تابعوا معي هذا التقرير، تحتى المنتخب الألماني ثم نعود. مشاهدين الكرام، نتابع هذا التقرير، ثم نعود إلى تحليل النقاش، تابعوا معنا. لطالما دخل الألمان غمار منافسة كأس العالم السابقة للعب الأدوار المتقدمة، والمرهنة على التتويجي باللقب، هكذا كانت السياسة منذ تأسيس الاتحادية الألمانية لكرة القدم، مطلع سنتي 1900. السياسة تغيرت، والمنتخب الذي يجر ورأه تاريخاً حافلاً بالألقابة، اختار دفاع هذه المرة عن ألوان غير ألوان منتخب البلد، والصورة هنا قبل بدء المباراة مع المنتخب الياباني، حيث وضع لعب والمنشاف تيدهم على أفواههم، رداً على قرار الفيفا، بعدم السماح لهم بدعم وتأييدية قضية لا أخلاقية، بل قضية منافية لطبيعة البشرية، ولأن المنافس الياباني جاء للاعب كرة القدم فقط، ولأن أعينه الضيقة ركزت على الفوز لا غيره، فقد تمكن الساموراي من قلب طاول وتحويل هزيمته بهدف لسفر إلى فوز بهدفين لهدفه، في مفاجأة مدوية وفوز تاريخي لليابان، سد أفواه الألمان، واقعاً لتمثيلنا، هزيمة الألمان جاءت لتعدى السيناريو 2018، وصدمة مونديال لروسيا، عندما خرج المنشاف من الدور الأول، في مفاجأة سارخة عن ذاك، بعد أن دخل بثوب مرشحية وثقتية أحمل اللقبة، فخسرت ألمانيا مبارتها الافتتاحية في المونديال بهدف نظيف أمام المكسيكا، ثم فازت على سويد في الجولة الثانية، وعندما احتاجت إلى الفوزية على كوريا الجنوبية لتتأهل، خسرت بثنائية نظيفة، المنتخب الألماني الصاحب الأربعة كؤوس، والذي سجل حضوره في نهائية المونديال في عشرين مناسبة، كانت لديه ذكريات سيئة مع منتخبات أسع، التي كبدته آخر هزائمه في المونديالة، لكنه لم يتعلم من الدرس السابق، بل أصيب بعمل ألوانه، فجاءه درس من نفس القرع، ورسالة جديدة من الدوحة مفادها، ودال قطر عربي خالص، لا مكانة للسياسة هنا، وأخيرا دافع عن ألوان بلدك فقط، هنا لا مجال للألوان. نعود لك ناصر، ماذا ينقص اليوم المنتخب الألماني؟ في نظرك؟ نقطة ضعف الفريق، خاصة في عشرين دقيقة ونسب ساعة الأخيرة، هو الدفعته على الجهة اليسرى، خاصة الجهة اليمنى، وينكلا السولر، هذا اللعب، تاع البايان اللونيوم، وفي دورتمون، أنه كان في، رجع اللعب الياباني، ربما كنا ندار، فإن ندارك كما كلمتين ذلك، ندارك صغير السطرة، ويضع اللعب الياباني ويتم تذهب، ونه smoked nuevانβلى، على اللعب الياباني، ويجعن Thereof ISA, فالنقوم بتضعف مع الس liters، كان متعافز وزيعا. درجة الشلاس صغيرة وقد أثيراً، ب�도ت Nations a character's own ا заним أول كنا ندار.. كل يوم خطأ كبير الحارس الهدف الثاني مغلقش الزاوية مغلقش الزاوية كما ينبغي حتى وقف يمكن فاتوا ببضعة سنتيمترات اللعب الياباني كان ذاكي جدا أرفع الكورة فدخلت من الزاوية المفروض الحارس يغلقها نسيم وناصر سنتابع مشاهدنا الكرام في هذا التقرير مباريات المجموعة السابعة وآخر جولة في هذا المونديال جولة بالنسبة لدوري المجموعة جولة الأولى التي ستنتهي يوم غد نتابع هذا التقرير ثم نعود للتحرير والنقاش تابعوا معنا بمجموعة متخمة بالنجوم يدخل السلصة وأجواء المونديال من بوابة صربيا وعينهم على التاج الأغلى في العالم والذي غاب عن خزائن الصامبا منذ عشرين سنة عن آخر تتويج لهم ليدخل هذه المرة كمرشح أبرز لحصد اللقب ويعتبر المرور إلى الدور الثاني منطقيا خاصة في ظل تواجده في المجموعة السابعة مع كل من صربيا التي تضع آمالا كبير لبلوغ أدوار خروج المغلوب وتحقيق المفاجأة في أول خرجاتهم في المونديال وعينهم على إحراج راقص الصامبا وفي المجموعة ذاتها يلاقي المنتخب الكاميروني المنتخب السويسري على إصطاد الجنوب الذي ستكون فيه مهمة مراد يكين مدرب منتخب سويسرا صعبة أمام أسود الكاميرون وفي المجموعة الثامنة والتي تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات والسيناريوهات وربما المفاجآت إنجاز التعبير منتخب يحن لماضي جميل ونجوم سوداء تحلم بالسطوع في سماء قطر ومنتخب آسيوي هو الأكثر حضورا في المونديال منتخب البرتغال الذي يوصف ببرازيل أوروبا والذي قد يكون قائده كريستيانو رونالدو من أكثر نقاطه قوة والذي يعد واحدا من بين المرشحين لحظ لقب مونديال قطر يدخل المباراة بهدف دخول أجواء البطولة سريعا حين يواجه الباكستارز المنتخب الغاني الطامح لإحداث المفاجأة على الرقعة الخضراء لملعب رأس عبود فيما يحن السليستي منتخب الأورغواي لماضي جميل بقيادة مدربه ديغو ألونسو الذي يراهن على مزيج بين الشباب والخبرة مثل الحارس موسيليرا والمدافع قودين والمهاجمين كافاني وسواريز ونجم ريال مادريد فالفيردي مع داروين نونيز مهاجم ليفر بول في افتتاح مبارياته أمام المنتخب الكوري الجنوبي الذي لم تغب شمسه عن المونديال منذ عام ستة وثمانين تسعمائة وألف والذي فاجأ الجامعة في نسخة الفين واثنين وقدم أفضل إنجاز لفريق آسيوي بالوصول إلى نصف نهائي حيث يدخل مونديال قطر بقيادة البرتغالي باولو بينتو المعاول على هداف الدور الإنجليزي في الموسم الماضي نجم توتنهام هوتسبير سون هيونغ مين مباريات واعدة يصعب توقع نتائجها موازاة مع المفاجآت المدوية التي عرفتها فراق مرشحة على الورق لتقديم نسخة مونديالية مميزة لكن الميدان له حساباته في رياضة لم يروضها المنطق يوما إذا مشاهدين الكرام في المجموعة السابعة سويسرا تصدم بالكاميرون والبرازيل أمام سربيا نسيم سويسرا الكاميرون طبعا على الأوراق المنتخب السويسري منتخب منظم منتخب متطور وأحرج الكثير من الكبار على غير الفرنسا في كأس أوروبا فهو الأقرب إلى الفوز في هذه المباراة لكن الأفارقة دائما يحدثون المفاجأة في الدور الأول في عدة مناسبات فبالتالي نصر البرازيل سربيا المرشح الأول هو الفريق البرازيلي سنشوفه غضوه إن شاء الله سيكون الأداء الكل ينتظر في البرازيل كل العالم ينتظر في البرازيل لديه مجموعة كبيرة من العربين تيتي عنده الخيارات الفريق السربي ما هو سيكون فريق سه سيكون فريق عنيد نقدر نزيد ونشوفه مفاجأة أخرى والله غير ممكن نشوفه أنا نظر نشوفه مفاجأة أخرى لأنه الفريق السربيا ده فريق قوي عنده معابين ممتازين مجموعة تهمنا مشاهدين الكرام الأورقواي يواجه كوريا الجنوبية والبرتغال غانا ناسين أورقواي كوريا الجنوبية أورقواي كوريا الجنوبية لو أعطيك البرتغال غانا تقول لي دائما فيه منتخب أفريقي أعطيت لك الكاميرون سويسس يلا الأورقواي كوريا الجنوبية يمكن لو رجعنا إلى التاريخ يمكن الأورقواي أقرب ولكن الواقع يقول أنه كوريا وأنه رشح كوريا أنها تفوز على الأورقواي كما فزت اليابان على ألمانيا كما فزت اليابان على ألمانيا بورتغال غانا ناصر أفضلية لفريق البرتغال لأنه عنده لعبين ممتازين آخر كاس العالمي كريستيانو رونالدو تتوقع أنه كريستيانو يقدر سجل؟ أتوقع لا أكيدا لماذا؟ لا أنا نظن الأفضلية لفريق البرتغال بنجومه لعبين ممتازين ما قدرواش نسميهم قاع قلتني سجل لأنه نفسيته يعني ربما لا هذا اللعب ما حدث عليه هذا المسلم في موسيسر هذه هي ربما يخليه يخرج لكن ربما دفع آخر أيضا ربما اليوم يخرج كل ما لديه كريستيانو في هذا آخر منافسة عالمية يخرج كل ما عنده ولعبين ممتازين أخر مرة سألتني عن من ترشح يأخذ كأس العالم وقلت لك البرتغال هذا رأي شخصي أنه البرتغال مرشح قوي لنيل كأس العالم والله ربما ولا واحد صحيح أنه هذا توقع لكن توقع من سيفوز أنا رحسب رأي شخصي بهذا المونديال صعيب صعيب جدا لأنه وراء نشوفه مفاجآت منذ البداية تقدر ترشح الأرجنتين وطول برازيل وترشح برتغال وترشح فرنسا وترشح حتى البعض يقول حتى المنتخب اللي فاس على قطر منتخب إكوادور إكوادور مثلا يقدر يكون مفاجأة ويوصل إلى الناس في النهائي ونهائي لماذا؟ لكن مباراة كلها شيء أنا مشجع من منتخب الأرجنتين لكن ما شكيت كان يمر للدور الثاني منتخب أرجنتين؟ أنا مشجع من فريق الأرجنتين لكن لما شفت اللقاء ضد سعودية لكن ربما ربما البعض يقول لك هذه الخسارة رح تخليه ربما يعود ويعود لكن نظن أن الكأس العالم هذه صعيبة على كل صعيبة على كل منتخبات هذا الشيء اللي كنت حابة أن تتكلم عليه ناصر كلام شيق معكم شكرا لك ناصر شكرا لعبدوالي الجزائري السابق ويضل لنسيم ربيكا أعلامي الجزائري بقناوات بيان سبوت سابقا شكرا لك نسيم لعاف وعلى كل تحليلاتكم شكرا وشكرا الموصول مشاهدين الكرام لكم ولكل الطاقم الذي خدمكم هذه الليلة شكرا لكم إلى اللقاء قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس موبيليس معا نصنع المستقبل